رغم مرور أكثر من ثلاثين سنة على تأسيس حي 315 سكنا بحاسي بحبه إلا أنه على هذا الحال فلا قنوات صرف الصحي ولا تهيئة لا صرف صحي ولا كهرباء ولا ماء والغاز طبيعي الناس لا يعيش هنا في الزيقوات ركم تشوفوا في الفصل الصيف العقرب نعانوا من نقص الغاز مدينة ما كانش نعانوا من قنوات صرف صحي ما كانش كهرباء نص الحي فيه نص الحي ما فيهش وضعية كارثية يعيشها سكان هذا الحي فجميع أنواع التهميش سلطت عليهم ناقص كله حاجة ما تسعاش ورانا نشيكا وما رجعونا حتى قالوا نجيبوه بالقارعة بارا هي القارعة تسوى حتى الربعينات 25-30 المياه ما كانش القاز الطبيعي ما كانش الإنارة العمومية ما كانش والنص الحي قاع ما كانش المدرسة ما كانش المهم ما ما نشأ أدنى شرط الحيات ما كانش الكلاب المتشردة تتجول بكل حرية في هذا الحي وفرضت حضرة تجول على أبنائهم أولاد مهمسين الكلاب المشرد كتورك تشوفوا فيها الكلاب المشرد قادر واحد يخرج منه أسباح أثمانية يأكلوا لأولاده ينتظر مواطن الحي التفاتة ولو بسيطة من المسؤولين قزة تخليصهم من الجحيم الذي عاشوه طيلة 30 سنة اشتركوا في الق